أهلا بكم في استعراض الأحداث الاقتصادية لأسبوع القادم في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين يقوم فريق محللي الأخبار لدينا كل أسبوع بمراجعة الأحداث الاقتصادية التي يجدر بالتجار مراقبتها خلال الأسبوع القادم قد تستمر تقلبات السوق من الأسبوع الماضي الناجما عن الأحداث في الأسواق المالية الصينية هذا الأسبوع بعد صدور البيانات الصينية المتوقعة لهذا الأسبوع سوف تصدر البيانات الصينية الاقتصادية الرئيسية في وقت مبكر من الأسبوع القادم في حيث تصدر البيانات الأمريكية في وقت متأخر من الأسبوع وفي حين أنه من المفروض أن تصدر بعض البيانات الصينية الرئيسية في بداية الأسبوع لم يتم الإعلان عن التواريخ الفعلية بشكل مؤكد لذلك يمكن أن تصدر البيانات معروض المال وأرقام الإقراض بين 9 و 15 يناير سوف يتم الإعلان عن أرقام التضخم الصينية لشهر ديسمبر أي أسعار المنتج والمستهلك يوم السابق 9 يناير ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.5% فقط خلال العام وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.9% ومن المقرر يوم الأربعاء الإعلان عن أرقام الصادرات والورادات الصينية بما أنه تم الإعلان عن بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية وبما أن المؤشرات تبدو أضعف سوف يحصل مؤشر FTSIM على الكثير من الاهتمام بسبب بدء التحديثات التداول عن فترة عيد الميلاد سوف يتم التركيز بشكل أساسي على تجار التجزئة لا سيما في ضوء كل الاهتمام الذي تمتع به القطاع الأسبوع الماضي وسيبدأ أيضا موسم إعلانات الأرباح في الولايات المتحدة كما هو التقليد مع نتائل شركة ألكوا والبنوك الأمريكية بالإضافة إلى ذلك لدينا أحدث قرار من بنك إنجلترا وعلى الرغم أنه ليس من المتوقع أن يكون أي تغيير في القرار سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان قرار البنك الاحتياطي الفدرالي بالتحرك في ديسمبر قد شجع المؤيدين لرفع سعر الفائدة في لجنة سياسة النقدية في الولايات المتحدة سيبدأ الأسبوع مع تقرير اتجاهات العمالة بينما سيعلن يوم الثلاثة الاتحاد الوطني لأعمال مستقلة عن مؤشر التفاؤل في الأعمال التجارية الصغيرة وسي تصدر أيضا بيانات سلاسة المتاجر البيع الأسبوعية يوم الثلاثة يوم الأربعة سيصدر البنك الاحتياطي الفدرالي كتاب بيج الذي يلخص الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء مناطق الاحتياط الفدرالي تعتبر هذه الدراسة لأحوال الاقتصادية أحد المدخلات الرئيسية لصنع القرار في اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي يوم 26 و 27 يناير وسيتم الإعلان عن أرقام الميزانية الفدرالية أيضا يوم الأربعة بالإضافة إلى الأرقام الأسبوعية العادية حول تمويل الإسلام يوم الخميس سيتم الإعلان عن بيانات أسعار الاستيراد والتصدير لشهر ديسمبر والأرقام الأسبوعية عن مطالبات عناة البطالة الجديدة حتى هذه اللحظة لم يكن هناك الكثير من البيانات من الطراز الأول أو البيانات الاقتصادية التي تحرك السوق وسيتغير كل هذا يوم الجمع عندما ستتذر بيانات مؤشر أسعار المنتجين بيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك